تسلم سموه ويجب أن يصغى العالم ويحلل ماذا يحدث في هذه المنطقة من اقتتال وحروب وتوترات ولماذا أوجدت بين دوله وشعوبه هذه الحروب والسرعات ولمصلحة من مؤكدا سموه أن البحرين هي موطن للسلام والمحبة والعيش في تآخن وأن البحرين تضم صوتها وتضع يدها في أيدي دول العالم فالرفض بصوت واحد للأرهاب ونبذه ومجابهته فيما أشادت رئيسة تحرير وصاحبة الامتياز للمجلة الأمريكية بالتعايش الذي تنعم به البحرين وبما تتميز به من حرية المعتقد والدين وأشادت بحكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وسياسات الحكومة في تحقيق التنمية والتطور الذي تعيشه البحرين في المجالات المختلفة مشيدة بما تتصف به مملكة البحرين من تاريخ مزدهر وتقاليد مضيئة وتراث غني وبما تتميز به من احترام للثقافات والتقاليد وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد استقبل صباح اليوم بقصر الإيضابية السيدة غلوريا ستاركنز رئيسة تحرير والناشرة لمجلة دبلوماتيك ريفيو أند سوسايتي حيث رحب سموه بزيارتها إلى مملكة البحرين معربا سموه عن اعتزازه وفخره بما تحظى به المسيرة التنموية في مملكة البحرين من اهتمام عالمي يسلط الضوء على ما حققته من مجازات ومكتسبات ويقدمه للعالم كنموذج رائد في مجال التنمية وخلال اللقاء أكد سموه أن المكانة الدولية رفيعة التي حققتها مملكة البحرين هي نتاج عمل دؤوب ساهمت فيه السواعد الوطنية بكل جهد وإخلاص وفي إطار نهج راسخ يضع المواطن في مقدمة أولويات العمل الحكومي ويسعى لتوفير كافة المتطلبات المعيشية التي تضمن للمواطن أسباب الحياة الكريمة ونوه سموه إلى أهمية أن يتعاون المجتمع الدولي للوصول إلى حاضر ومستقبل أفضل للإنسانية يقوم على العلم والمعرفة لما لهما في الوقت الراهن من قيمة كبيرة كأدوات في طريق الرقي والتطور وقال سموه أن متطلبات المعرفة أصبحت مختلفة ويجب على دول العالم أن تخطو خطوات متقدمة من أجل رفاهية شعوبها وذلك يتطلب أن يستمع بعضنا البعض لا سيما وأن ما يحدث في العديد من مناطق العالم من تطورات وأحداث تطال تأثيراتها الجميع وأكد سموه أن لا سبيل لتحقيق التنمية التي تتطلع إليها الشعوب إلا من خلال توافر السلام والاستقرار ويجب أن تتوحد الجهود من أجل أن يعيش العالم في إخاء ومودة ويكون العلم والمعرفة هو السبيل لتطور البشرية وتنميتها وشدد سموه على أن الحفاظ على الاستقرار البشرية في الحاضر والمستقبل لا يتحقق إلا من خلال نظرة أكثر شمولا لطبيعة التحديات الرهنة ووضع حلول جذرية لكل ما يعانيه العالم اليوم من مشكلات من جانبها هنأة السيدة غلوريا ستاركنز رئيس التحرير والناشر لمجلة دبلوماتيك ريفيو أن سوسايتي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على التكريم الدولي الرفيع لسموه بمنحه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات وأكدت أن ما شهدته خلال زيارتها الحالية للمملكة من مظاهر التقدم الحضاري والتنموي يعزز من جدارة استحقاق سموه لهذا التكريم إذ أن لسموه دورا واضحا في نهضة البحرين وتطورها وأشارتي لأن العدد الخاص من مجلة دبلوماتيك ريفيو أن سوسايتي أصطادر بمناسبة منح سموه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة يوثق تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال التنمية ونجاحها في تحقيق الأهداف التنموية للألفية لكي تشكل نموذجا ملهما للدول في المجال التنموي وأشادت بما تشهده البحرين من نهضة وتطور في العديد من المجالات وبخاصة تجربة المملكة الرائدة في المجال التعليمي معربة عن أعجابها بما تمثله المملكة كبلد عريق وذو حضارة تمتد لآلاف السنين هذا وقد أصدرت مجلة ديبلوماتيك ريفيو أن سوسايتي الأمريكي عددا خاصا تصدرته صورة صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء على المملكة البحرين وما تشهده من نهضة حضرية وتنموية في مختلف المجالات ودور سموي في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة وقد أكدت المجلة في عددها الخاص أن مملكة البحرين تمتلك رصيدا متميزا وحافلا بالمنجزات على صعيد التنمية المستدامة وهو ما تجسد في تصدرها لتقارير التنمية البشرية بمراكز متقدمة ولسنوات عديدة متتالية فضلا عن التطور المستمر الذي تشهده مختلف المجالات التنموية المستدامة ونوهت إلى حصول سمو رئيس الوزراء على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات كأول رئيس حكومة عربي يحصل على هذه الجائزة من الاتحاد وأوضحت أن وفقا للأرقام والمعدلات فإن مملكة البحرين حققت الأهداف المتعلقة بتعميم التعليم الابتدائي بنسبة 100% وتعد المملكة الأولى عربيا في نتائج امتحانات مادتي العلوم والرياضيات أما على صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فإن الأرقام توضح أن أعداد الإناء تتجاوز أعداد الذكور في التعليم الجامعي وأكدت المجلة أن مملكة البحرين تبدل جهودها لتحقيق هدف الاستدامة البيئية ونوهت إلى أن البحرين أحرزت المرتبة الثالثة عشرة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية من قبل منظمة هرتيتش والمرتبة الثامنة عالميا في دراسة ماهد فريزر للحرية الاقتصادية والمرتبة السادسة والأربعين عالميا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من قبل البنك الدولي والمرتبة الثامنة عشرة عالميا في مؤشر الجاهزية الإلكترونية وقد أكدت المجلة أن مملكة البحرين تواصل عزمها على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والتزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية لمبعد 2015 وفق رؤية مستقبلية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتقوم حكومة المملكة برئاسة صاحب أسم الملكي رئيس الوزراء الموقر بتنفيذها وهي رؤية تضع نصب عينيها كل إنسان يعيش على أرض مملكة البحرين التي اتسمت دائما بأنها بلد التسامح والتعايش السلمي بين الجميع دون تفرق أو تمييز ترجمة نانسي قنقر